ينزم علينا من الجزائر الدكتور عبد الرزاق صهور أستاذ العلوم السياسية دكتور عبد الرزاق يعني في ظل غياب قوى وأحزاب سياسية عديدة ما الجدوى المنتظرة من هذا المؤتمر لا هو أكيد أن الجهة المنظمة لهذه المؤتمر مرفوضة تماما والحراك رافض لسيد بن صالح اللي هو الرئيس الدولة المؤقت إذن اليوم لما نشاهد ندوى في تنظم وحتى الأحزاب الموالية حتى أحزاب السلطة جبل التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لم يحضرها لأنه حتى أمي العام لحزب التجمع هو الآن أمام العدالة نفس الشيء جبل التحرير الوطني عندها إشكالات أمام العدالة إذن اليوم من يحضر ولماذا يحضر وكيف يحضر والعملية برمتها أن الشعب رافض تماما وبالتالي الآن كل من يحضر فهو منبوض من طرف المواطنين ومن طرف الحراك لذا لا أعتقد أنه سياسي في الجزائر يريد أن يحق الأوراقه بحضور لندوة هكذا اليوم بغض النظر عن أول حتى الدائي حتى رئيس دولا لم يحضر هذه الندوة وكلها في الأمي العام ونحن نعرف أنه أمي العام رئاسة وظيفة الأساسية الرئيسية ليست وظيفة سياسية أكثر منها وظيفة الدارية بعد الجمعة السابقة والتي كانت جمعة قوية من حيث المشاركة ومن حيث السلمية وحملت رسائل كثيرة البعض توقع بأن يكون هناك تصرف أو تدخل بشكل أقوى للمجلس العسكري ينحاز لصالح هذا الحراك لماذا لم يكن هناك أي نتيجة تحلحل الأمور في الشارع؟ لا بالعكس أنا أعتقد أن المؤسسة العسكرية منذ البداية وهي ترافق الحراك وأظن أن المؤسسة العسكرية اليوم تعتبر بمثابة تكملة للحراك والشارع وبالتالي اليوم لما نقول أنه لم تحقل بالعكس أن المؤسسة العسكرية كانت الجهة القوية التي سمحت للحراك أن يكبر ويتطور ويستطيع وهذا ما أقصده دكتور عبد الرزاق بأن المؤسسة العسكرية منذ البداية انحازت لصالح الحراك اليوم هناك توقعات بأن يكون هناك قرار ربما مفصلي قرار أقوى ينحاز إلى الشارع خصوصا بعد الجمعة الأخيرة لا أظن أنه في الحقيقة لا نتسرع ولا نسرع في تجسيد أي طالبات لأنه نظن أنه اليوم كان يوم قوي بأنه لما توقف أنت اثنين جنرالات من أقوى جنرالات الجزائر يدخلوا للسجن ولما الآن خمسة من أكبر رجال أعمال في الجزائر موجودين أمام العدالة إذن هذا كله قرارات اللي كان يطالب بها الشعب لأنه الشعب كان يطالب أيضا ليسا بمجرد الذهاب وإنما يطالب بالتحقيق ومحاكمة كل المفسدين إذن اليوم نظن بأنه هذه إشارة قوية وغدا إن شاء الله يوم 23 قائد الأركان سوف يزور ناحية العسكرية الأولى بالبوليدة وأكيد أنه بعدها ستكون هناك ربما خطاب لينور فيها أكثر الحراك إذن أظن بأنه المسألة ليست مسألة أجوبة سريعة ولكن التجاوب موجود وأظن أنه أيضا عمل الوقت في ظرف الحارج مثل هذا دكتور عبد الرزاق أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق صغور أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من الجزائر ترجمة نانسي قنقر